وتحت شعار الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رؤساء البرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم وأجمع رؤساء البرلمانات العربية خلال كلمات لهم على دعم أمن العراق وسيادته وضرورة تحقيق الاستقرار لهذا البلد معتبرين أن أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة كما كان للقضية الفلسطينية والأزمة السورية أولوية من الحضور كافة